بسم الله الرحمن الرحيم مدارس القيروان النموذجية الصف التاسع مادة التربية الوطنية الدرس الخامس الدفاع المدني الآن بالنسبة لبداية الدفاع المدني كانت البلديات في أيام الإمارة الأردنية هي اللي بتتولى أعمال الدفاع المدني كان في مجموعة من الجنود مزودة بمعدات بسيطة بيقوموا بعمليات الإطفاء كان مهمة الدفاع المدني في تلك الفترة بس عمليات إطفاء الحريق لكن في عام 1948 صار عنا فرق تطوعية بيساعدوا هدول الجنود في عمليات المساعدات الميدانية لما بيكون فيه فيضانات بيكون في زلازل بيكون في كوارد طبيعية كان فيه ناس بيطوعوا بيساعدوا فرق الدفاع المدني اللي كانت مسؤولة عنها زي ما حكينا البلديات عام 1953 وزير الدفاع ألف هيئة الدفاع المدني بعدين شكلوا لجان الدفاع المدني لكن تشكلت مديرية الدفاع المدني عام 1970 بشكل رسمي وشكل مستقل عن البلديات صارت مديرية قائمة بذاتها هلأ شو مهام الدفاع المدني؟ من مهام أو الأعمال اللي بيقوم فيها الدفاع المدني هو المسؤول عن عمليات إطفاء الحرائق وحالات الإنقاذ للمصابين في الحرائق برضو اتنين من مهام الدفاع المدني إنهم في حال الحروب إنهم كانوا بيشغلوا صفرات الإنذار من الغارات الجوية والكوارث عشارة برضو هنا كانوا مسؤولين عن تجهيز الملاجئ لحتى ناس يفوتوا يتخبوا فيها في حالة الغارات الجوية بالنسبة للمهمة الثالثة اللي هي الكشف عن المتفجرات يعني الدفاع المدني في قسم خاص مسؤول بالكشف عن المتفجرات وتحديد مكان وجودها وتفكيكها أيضا من مهام الدفاع المدني عندنا بشرفوا على إنشاء محطات المحروقات يعني بعطوهم الصلاحية بالموافقة أو الرفض إذا كانت استعداداتها كاملة للسلامة العامة خمسة برضو هم اللي بيحددوا التدابير الوقائية ليعطوا رخص لصناعة المتفجرات الألعاب النارية لحماية برضو الوطن وحماية المواطنين أيضا الدفاع المدني هم مسؤولين عن تدريب الفرق الطوعية فيه فرقة طوعية بتكون كتيرة بتحب تساعد وتساهم في حالات الكوارث الطبيعية لا سمح الله فالدفاع المدني هو اللي بيكون مسؤول عن تدريبهم برضو جندوا عدد من الفتيات يعني بتخصصوا بالجامعات عام 2005 واستحدثوا فرق للبحث والإنقاذ وصار عضو في المجموعة الدولية للإغاثة هلأ هدول النقاط اللي هم مهام الدفاع المدني بدنا نشوف نتعرف على أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني لا الحماية المدنية هاي الأكاديمية تعريفها هي صرح علمي متميز متخصص في مجالات العلوم الدفاع المدني يعني زي جامعة صغيرة بتعطي درجة البكالوريوس في ثلاث تخصصات فقط مسؤولة عن الدفاع المدني التخصصات اللي بتعطيها هاي الأكاديمية اللي هي واحد هندسة الإطفاء والسلام العام يعني بياخد شهادة بكالوريوس هندسة في مجال الإطفاء والسلام العام اثنين بكالوريوس في إدارة الكارثة والكوارث ثلاثة بكالوريوس في الإصعاف الطبي المتخصص هلأ هذي التخصصات الثلاثة فقط يتم تدريسها في أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية هلأ تهدف هاي الأكاديمية إلى عدد من الأمور أول إشي إنها بدها توجد مركز دولي فعال ومتخصص متميز في علوم الدفاع المدني إنه يجب يكون يضاهي المراكز العالمية فقاموا بإنشاء هاي الأكاديمية اثنين تقوم هاي الأكاديمية بعقد دورات تدريبية في مجال علوم الدفاع المدني والحماية المدنية ثلاثة كمان تقوم هاي الأكاديمية بتدريب المنتسبين تدريب عالي ومتخصص في مجال الدفاع المدني أيضا تعمل على ترسيخ مفهوم الوعي الوقائي يعني بتعلم الناس كيف يحافظوا على أنفسهم ويحموا حالهم ويساعدوا الناس في مواجهة الكوارث والتخفيف من أثار الكوارث لا سمح الله إذا تعرض لها المجتمع